السلام عليكم مرحبا بالناس لكم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا مرحبا بكم في قناة شوبر الديزاد اليوم الحصة تعنا وين طارق دياب وين يفجرها يعني وتفاصيل غير متوقعة من محلل بيان سفوري يعني وين تكلمها وين طارق دياب وين قال باللي المغرب أفضل دولة مهيئة على جميع المستويات لإحتضان كأس إفريقيا 2025 واحتضان مونديال 2030 هذا طارق دياب هو أخر في كلامه أنا رأي نقول لكم أنا ما نحايرو مولو هو أخر في كلامه نحن ننقلو لكم معلومة بركة على مكان الخبر بركة على مكان هو أخر يعني يقول لك العبغات يقول لك موزنبيق يعني هو يشوف موزنبيق لا يسعر عليه يقول لك المغرب هو يشوف المغرب كان قادر يقول لك الجزائر كان قادر يقول لك يودي الجزائر يتنظم كاس إفريقيا 2025 مغرب تنظم كاس العالم 2030 الصعب لا هو قال لك لا قال لك البلد الواحيب الأفضل يعني قال لك المغرب أفضل دولة مهيئة على جميع المستويات ملاعب بنية تحتية تواصل قال لك السبيطارات كل شيء قال لك واجد يعني مهيئة الاحتضان يعني كاس أمم إفريقيا 2025 وكاس العالم 2030 قال لك مهيئة اعتبرت نجل كرة القادمة التونسية السابق طارق ديال أن الأقرب جغرافيا من أوروبا والبنية التحتية من ملاعب جيدة وفنادق مميزة التي يتوفر عليها المغرب فضل عن تجربته في احتضان العديد من التظاهرات العالمية الكبيرة كلها عوامل تؤهل المغرب لاحتضان كاس أمم إفريقيا 2025 بكل سهولة وكاس العالم 2030 كما اعتبر طارق ديال في تصريحات إعلامية أن الموقع المغرب الجغرافي وإنجازته وبنياته التحتية وكذا تجربته في تنظيم تظاهرات كبيرة هذا ما يدل على أن المغرب يعني وانكسب تجربة كبيرة في احتضان تظاهرات كبيرة وعالمية آخرها كاس العالم للأندية وتشكل قيمة مضافة الكبيرة لملف ترشيح مشترك المغرب إسباني بورتيغال لاحتضان كاس العالم فيفا 2030 لكورة القدم ويزيد زغط على الاتحاد الإفريقي لكورة القدم من أجل إعطاء شارف تنظيم كاس إفريقيا يعني 2025 للمغرب الشقيق هو قد ويرى النجم السابق للمنتخب التونسي أن الوقت قد حان لتحظى شمال إفريقيا بشرف تنظيم كاس إفريقيا وكاس العالم يعني بعد غياب من 2004 2004 هل shells من 2004 من 2004 لا ينظم الشمال إفريقي لنظم كاس إفريقيا من 2004 شمال إفريقي لنظم كاس إفريقيا يعني تونس كاس إنت Museum لم يتفاoop ما çık achievable فيها فلق في علي المصر انه لم يتتم مطرس حج وفازت بها مصر دي فانو بها هذه هي ومعتبر أن المغرب أفضل دولة مهيئة على جميع المستويات لخوض هذه التجربة مذكر في ذات الوقت بالإنجازات التي حققتها كرة القدم المغربية وفوز مالك محمد سادس بجائزة التميز 2020 وهذا ما يدل على ذلك بأن المغرب في الطريق الصحيح من أجل احتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم المشترك مع إسبانيا وبرتيغال من أجل خوض هذه التجربة وهذا الوقت قد حال لتحظى المغرب بتنظيم بشارف تنظيم كأس العالم لأن المغرب وإن تقدم بمرفات قاوية في وقت ماذا؟ في 1994 1994 1994 1998 2010 2026 2018 وإن تقدموا لكن بدون جدوى لكن هذه المرة وإن المغرب أصبح قاوي بملاعبه وبملابه الذي سوف يكون مميز معتبر أن المغرب أفضل دولة مهيئة على جميع المستويات لخوض هذه التجربة مذكر في ذقت الوقت بإنجازات التي حققتها كرة القدم المغربية وخاصة الإنجاز الكبير وتأهل أول مرة منتخب إفريقي وعربي إلى النصف النهائي وخاصة وصول أسود الأطلس إلى النصف النهائي كأس العالم بقاطف في إنجاز غير مسبوك إفريقيا وعربيا وكما ذكر عاميد السابق لنصور قرطاج باحتضان المغرب والتنظيمي الرائع لعدة من تظاهرات إفريقيا كبيرة ومنها على الخصوص كأس إفريقيا للمحليين وكأس إفريقيا للإناث وكأس العالم للأنديا إلى جانب احتضان ملاعب مغربية العديد من المباريات المنتخبات الإفريقية التصفاوية المؤهلة لكأس إفريقيا أو كأس العالم وأوضح المحلل الرياضي بقناوات البيئس بور القطرية ميلف الثلاثي المسترك يتوفر على نقاط قوة عديدة منها قرب الجغرافي بين إسبانيا والمغرب وهذا وكذا جودة البنية التحتية والمشاءات السياحية وكان الملك محمد سادس أعلن عن تقديم المغرب الترشيحي لتنظيم موديال بمعاية جارتين إسبانيتين والبرتغالي في ميلف ثلاثي مشترك وذلك من خلال كلمة ألقها نيابة عنه وزير التربية والتعليم الأول والرياضي الشاكيب بن موسى الثلاثة الماضية 14 مارس الجن مواجهة أعضاء اتعاد إبريقيا بحضور رئيس الاتعاد الدولي بحضور رئيس الاتعاد على هامش حفظ جوائز كاف لأفضل إنجازات لعام 2022 بالعاصمة الروادية نحن نحن يقول بلين منتخب لا منتخب المهم يقول بالليل كأس العالم أنا مذابية جارية ديهاب أنا مذابية جارية ديهاب يعني مذابينا تتنظم هنا في المغرب لا تتنظم شوال الارجنطين 2030 سبحان الله على جزائري والدولة جزائرية وينفوتا على المغرب في 2026 على الكأس العالم في 2026 والله غالب وينفوتا ضربا في الظهر يعني من الخليجيين هذه هي وهم على البالهم بها مقرق أفار لس دول العربية اللي فوتا وليهم هي العراق اليمن والجزائر لا سابقا لا تنصلى مصلى هذا لكي يكون طريق يكون على بالوبيع هذا مكان المهم كما يقولك اللي يربحها بصحتها أنا من جانب أنا من جانب واحد أنا والله ماذا بي المغرب تدينها ماذا بي المغرب تنظم كاس الإفريقيا تنظم كاس العالم بالتالي يا أخي ماذا بي اكتب شريكم اشتركوا في القناة المهم هذا ماذا بي لا تنسوا اعطونا جزيم كومنتر وبرتجونا الفيديو تواعنا وان شاء الله دايمن معكم بالزديد ولمسي ابوني ابوني معنا ورب يحبطكم بخوتي